ما أهمية القراءة وما دورها في تعليم المواد الدراسية الأخرى؟ أريدك يا أخي الكريم أن تتخيل عالمنا دون قراءة ما شكل الحياة إذا لم يكن هناك كتاب مفتوح نعود إليه، نطالعه، نستمتع به إن للقراءة دور مهم في حياة كل منا أولاً لها دور أساسي في التنمية العقلية والفكرية فالقراءة تمد في عمر القارئ ليس في حساب سنوات عمره وإنما القارئ من خلال القراءة يقف على خبرات السابقين التي لا يمكنه أن يمر بها جميعاً في عمره الزمني المحدود تبدو القراءة هي الوسيلة الوحيدة التي تعمق شخصية الإنسان في كل جوانب الحياة فمن خلال القراءة نتعلم ونعرف الصواب والخطأ وهذا يكون دعامة أساسية لكي تصبح حياتنا سهلة ويسيرة ولكي نطارد الجهل ولكي نتمتع بالحرية فالشخص القارئ نجده دائماً متحدثاً لبقاً يشارك في المناقشات يحاور ويسأل ويجيب ويجد المتعة عندما يشارك في تلك المناقشات بينما يمكنك أن تجد أنت في حياتك الشخص ضح للثقافة الذي لا يقرأ عندما يجلس بين الناس تجده مستمعاً مستقبلاً فقط بل أحياناً لا يستطيع أن يميز بين ما هو صواب وبين ما هو خطأ لأنه لا يملك الذخيرة الفكرية والثقافية الناتجة عن تحصيل القراءة والتي تظهر آثارها في مثل هذه المواقف إن القراءة تمد الفرد بالأفكار الغزيرة التي تشد من قواه العقلية وترهف من مشاعره فيصبح أكثر قدرة على مجابهة الحياة وما فيها من مصاعب عقبات كما أن القراءة تزود القارئ بحلول لمشكلاته اليومية التي تعترضه كم من مرة واجهتك مشكلة ولم تجد حلها إلا عندما عدت إلى مرجع أو كتاب تستعين بما ورد فيه من آراء وخبرة حتى تستطيع حل هذه المشكلة أيضاً القراءة لها دور شديد الأهمية في عملية التعلم إن أي تعليم يتخذ من القراءة وسيلة أساسية له لو سألتك أنت كيف تحصل مختلف العلوم التي تدرسها في الجامعة سوف تجيب عن طريق القراءة فالقراءة هي الوسيلة الأساسية التي تعتمد عليها وهي أداة التحصيل التي تستند إليها في تعلم اللغة وفي تعلم فروع المعرفة الأخرى وقد ثبت من البحوث والدراسات أن هناك علاقة كبيرة جداً بين إيجادة القراءة وبين نتائج اختبارات التحصيل في المواد الدراسية الأخرى هل تعرف ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن فشل التلميذ في القراءة قد يترتب عليه رغبة في ترك المدرسة لإحساسه بالفشل كما أن كثير من تصرب التلاميذ في المرحلة الابتدائية يرجع إلى فشل التلاميذ في عملية القراءة وإلى تأخرهم فيها ماذا يمكن أن تستنتج من هذا الكلام؟ نستنتج أن القراءة عامل أساسي للتعلم القراءة بالنسبة للتلميذ تمثل الماضي والحاضر والمستقبل حيث يلجأ التلميذ إليها للتعلم وللتفكير وللترويح عن النفس كما أنها وسيلة كل متعلم للتعبير عما تعلمه ونتيجة لذلك ولهذه الأهمية الكبرى فقد نالت القراءة نصيباً كبيراً من الدراسة والبحث نظراً لدورها الكبير في عملية التعلم أيضاً القراءة لها دور مهم في الاستمتاع وفي التذوق الفني والأدبي حيث تساعد القراءة على تنمية الفكر وعلى تكوين الاتجاهات والميول نحو الأشياء والموضوعات فمن خلال القراءة يمكن للقارئ أن ينتقل من مكان إلى مكان ومن عصر إلى آخر فالقراءة تساعد الفرد على أن يحطم قيود الزمان والمكان كما أن القراءة لها دور مهم في الحفاظ على المجتمع فأي مجتمع من المجتمعات تعلو فيه قيمة القراءة وتتحول إلى عملية يومية يمارسها أفراد هذا المجتمع يصبح هذا المجتمع مجتمعاً قوياً قادراً على الحياة والنمو لماذا؟ لأن الصلة الفكرية بين أقرانه صلة قوية وهذا يعني أن الخبرات المشتركة بينهم كبيرة أما إذا افترضنا مجتمعاً تنعدم فيه القراءة وتنعدم فيه الرابطة الفكرية بين أفراده أو تضعف وتتفكك فيه القدرة على التواصل القراءة فإن هذا المجتمع لا بد أن يصير مآله وأن يصير حاله إلى التفكك والإنعزال وإلى الضعف والإنحلال إذن القراءة لها دور مهم في الحفاظ على ترابط المجتمع وعلى قيم المجتمع وعلى أخلاق المجتمع وعلى نقل تقاليد المجتمع من جيل إلى جيل إن القراءة هي روح كل مجتمع من المجتمعات المتقدمة وعندما تغيب هذه الروح يصبح المجتمع جسداً ميتاً لا حياة ولا معرفة فيه